إذن مشاهدين موجة غضب تشتاح الشارع اللبنانيين فجرت بعد ساعات من إقرار الحكومة فرض ضريبة على التطبيقات الخليوية بما فيها واتس أب غير أن ما حرك اللبنانيين ليس القرار وحده بل الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت ضروتها في السنوات الأخيرة في العام الماضي سجل الاقتصاد اللبناني نموا بالكاد بلغ 0.3% بحسب صندوق النقد الدولي الذي توقع أيضا تباطؤ النمو العام الحالي إلى حدود 0.2% فيما تصل قيمة الدين العام للدولة اللبنانية إلى 86.3 مليار دولار أي أكثر من 150% من إجمالي النتج محلي وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان أما بالنسبة للبطالة فقد وصلت إلى أكثر من 20% هذه الأرقام يضاف إليها التزام الحكومة بسداد أقصاد الدين وفوائده بواقع مليار ونصف المليار دولار في نوفمبر المقبل وأربع مليارات دولار العام القادم ما يعني أن الدين يفوق حجم الاقتصاد ما يجعل حكومة البلاد تواصل الاستدانة ومراكمة الديون دون سداد هذه الأزمات مجتمعة أثرت على العملة المحلية حيث ارتفع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 1600 مقابل الدولار مؤخرا ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار حتى أنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه بدوره حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو 2019 من خطر الديون المتفاقمة على الاقتصاد اللبناني مطالبا الحكومة اللبنانية بالسيطرة على ديونها وتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019